حيات مستهدة في النهاردة احنا في نوسم الأفراح حقيقة وبتقابلنا مشكلة كبيرة جدا عند كل المتزوجين وخاصة مع عادتنا الحياتية الثقافية الغتاغزوية اللي بتخلينا كلنا عندنا مشكلة في موضوع الوزن فالمشكلة بتواجه كتير من العرائز دلوقتي انهم ازاي يخسوا في وقت قليل تمام ايه تعليق حضر طبعا فترة فترة الصيف تبقى دايما فيها الأفراح اكتر فالأفراح والخطوبة والمناسبات وكمان تقديم للكليات العسكرية شرطة وحربي والحاجات طبعا دي بتتطلب وزن معين وشكل معين فبالتالي بتبقى الفترة الحالية بتبقى فترة مهمة جدا جدا لانقاس الوزن وخاصة بالنسبة للعروسة اللي بيبقى فرحها قرب وده اكتر حاجات احنا بنشوفها يعني يمكن بالعروسة الاسف يعني بتستنى لغاية اللحظة الصعبة ويكون قابل الفرح بشهر او شهرين وعايزة اتحقق النتيجة خاصة لو كان وزنها في مرحلة سمنة او سمنة مفرطة احنا عارفين طبعا السمنة بتبقى مراحل ما واش مش كل الاوزان زي بعض لكن بيبقى فيه خمس مستويات بالنسبة للسمنة فيه طبعا وده بمعامل احنا بنسميه معامل السمنة معامل السمنة بيحدد اي حد في الدنيا على واحد من خمسة اما حضرتك اندر ويت يعني نحالة نحافة او الوزن المثالي او وزن زيادة او سمنة والسمنة بتبقى سمنة عادية وممكن تبقى سمنة مفرطة دول الخمس مستويات لأي حد في الدنيا هيكون في مرحلة من مراحل الخمسة فبالتالي العروسة اللي بيكون فرحة قرب بنشوف وزنها قد ايه والمفروض وزنها المثالي يكون قد ايه ووزنها المثالي ده احنا بنحدده عن طريق اجهزة ما بيتحددش بس فرق الطول من الوزن يعني لو طولها 165 ماينفعش نقول وزنها لازم يكون 65 مش بالضرورة لان ممكن يكون طبيعة العضم طبيعة العضلات طبيعة الجسم التركيب الوصف طبيعة الجسم بالنسبة لي ممكن يدينا وزن اكتر من ال65 وده يكون وزن المثالي او ممكن يكون وزنها اقل من ال65 وده برضو يكون الوزن المثالي اذا يا دكتور روائل فيه سؤال هل بقى للتخسيس انواع ويه افضل انواع اللي بتتناسب مع كل نوم اللي حاكت علي تمام طبعا التخسيس مجال واسع ومجال كبير جدا وبيكون على حسب الحالة وعلى حسب الشخص اللي قدامي عايز يخس الهدف بالنسبة له هو عايز يخس عشان ايه وممكن تخس عشان فرح اقرب وممكن جاية تخس عشان عندها مشاكل في الظهر وممكن تخس عشان عندها مشاكل في الركب وممكن جاية تخس عشان الدكتور قال لها دكتور النساء قال لها للأسف مفيش حمل او مش يحصل حمل وفي حالة عقم عشان فيه تكييس على المبايد كبير جدا ولازم وزنك ينزل عشان يبقى احتمالية الحمل تبتد تزيد فبالتالي دايما بيبقى هو نقطة البداية ونقطة النجاح الهدف يعني انت عايز تخس ليه فبناء عليه طبعا بيتحدد احنا الخطة بتاعتنا تبقى ماشية ازاي رقم اتنين السبب في السمنة ايه لانه دايما اسباب السمنة بتبقى كتير جدا هل السمنة مرتبطة بعادات غزائية غلط هل مرتبطة باكل او نوعيات غزائية ما بتاخدهاش ممنعات صحية وحاجات مهمة جدا بالنسبة للجسم ما بناخدهاش او بنحب نسرف في الحاجات اللي هي السلوكيات الغزائية الخاطئة ولا الموضوع مرتبط بقلة الرياضة بنأكل اكل صحي بس ما بنتحركش ولا الموضوع مرتبط بناخد ادوية من الادوية بيبقى لها تأثير احنا نهي هرمونات او ان الجسم نفسه ما بيحرقش بالزبط يا دكتور فطبعا بيبقى بالنسبة لنا في مشكلة كبيرة السبب الرئيس لذات الوزن هيكون ايه وبالتالي علاجه هيكون ايه هل اتباع نظام غزائي افضل ولا اجراء العمليات تمام دايما بالنسبة للاتباع العملية او النظام الغزائي طبعا اي عملية بيبقى حل من الوسائل دايما بنقول السمنة موضوع كبير انت عايز حلول في حلول جراحية حلول غير جراحية حلول غير جراحية حلول بالنظام الغزائي حلول بالرياضة حلول بالاجهزة الموضعية اللي بقيت دلوقتي منتشرة وبقيت اجهزة حديثة جدا وبتوصلنا للنتيجة المطلوبة الحلول الاخرى هي الحلول الجراحية سواء تكميم معدة سواء بلون معدة سواء تغيير مصار الحاجات شفط دهون الحاجات دي كلها بيحددها الحالة بالنسبة لنا هل انت عندك استعداد انك انت تمشي على دايت وتقدر تمشي على دايت وتلتزمي وتحقق نتيجة كويسة يبقى احنا كده ما دخلناش في الموضوع الاصعب وموضوع العملية وتدخلات الجراحية اللي بيكون لها اثار لا شك طول الفترة ممكن الفترة ما بعد العملية المضاعفات ما بعد العملية دي كلها حاجات احنا بنحطها في الحزبان فبالتالي النسبة الاكبر بتتجه للوسائل الغير جراحية لانقاص الوزن لانه دا بيكون اكثر امنا الناس اللي بتفشل في الوصول للوزن المثالي او بتحقق النتيجة بتاعتها بسهولة وفي ازمة بالنسبة لها فبالتالي تبقى الحلول التانية فبالتالي التنوع في وسائل محاربة السمنة وانقاص الوزن كتير جدا الغزائي ولا لعمليات والله انا دايما بفضل الوصول للنتيجة بفضل الوصول للنتيجة ودايما بقول لحضرتك ان الاختيارات بتبقى على حسب كل شخص انت عندك الحافز ايه انت عايز توصل لايه هل بتقدر تلتزم بالنظام الغزائي كويس هل تقدر تلتزم بالرياضة كويس هل تقدر تلتزم بالجلسات الموضعية كويس هكيدة اتحقق نتيجة خاصة مع النتائج اللي زي كده احنا بنوصل النتيجة بتبقى مرضية جدا جدا بتبقى تقريبا من سبعة العشرة كيلو في الشهر فلو عروسة مثلا وزنها زيادة عن الطبيعة 15 كيلو ممكن لو احنا قدامنا شهرين قبل الفرح نقدر نديها نظام غزائي متوازن وفي نفس الوقت يكون هذا النظام يتميز بعدة خواص اول خاصية ان هي لازم تخس والشهة يكون فيه نضارة اول خاصية التانية اللازم تخس وطاقتها البدنية تكون افضل ولازم تخس ولازم تطاقتها المعنوية والنفسية تكون افضل لانه فيه اغزية او في بعض الرجيمات اللي احنا الناس ممكن تمشي عليها عشوائي ده بيوصلها لنتيجة اكتئاب سؤوط الشعر اجهاد عام ضعف عام وده نتيجة الرجيم العشوائي واسمح لي من خلال قناة الصحة وجمال نوجه رسالة لكل المشاهدين وكل المتابعين انه ضرورة انقاص الوزن بالوسائل الطبيعية ضرورة انقاص الوزن بالوسائل الامنة ضرورة انقاص الوزن عن طريق متابعة مع دكتور لازم الدكتور يكون متخصص في التغذية لازم يكون الدكتور على دراية بالانظمة الغذائية المختلفة وده اللي هتوصلنا النتيجة ان شاء الله سريعة مع الحفاظ على نظرة البشرة مع الحفاظ على قوة الشعر ونعمته مع الحفاظ على الصحة العامة وبالتالي نقدر نخس وإحنا صحتنا تبقى افضل واحسن لو خدنا الدكتور واقل بعد النصيح الجميلة دي فيه دكتور أو طبيب خد قرار انه محتاج يعمل تخصيص عن طريق إجراء عمليات ازاي نصل لنتائج سريعة بدون أثار جانبية أو تراهلات وده باعتبار كمان زي ما حكما قلت ان العروسة بالذات بتحتاج تحافظ على نظرة جسمها وبشرتها تمام اللجوء طبعا ليه الجراحة ليه الدكتور الجراح التجميل المعروف اللي انت أصلا سألت عنه واللي انت عارف انه ده بيعمل عمليات نجحة جدا عن طريق الناس المحيطين بيك لما بتشوف تجربة فعليها وده بيبقى أفضل وسيلة ان انا اقدر ابدأ بداية صحيحة ببدأ مع الدكتور شاطر دكتور الماهر دكتور جراحة التجميل المحترف وده هيوصلنا للجزء الأكبر من نجاح العملية ان شاء الله وما بعد ما بعد العملية طبعا لازم هيكون فيه جزء مرتبط بالتغذية لازم يعني ما هيش بس العملية عملته خلاص لكن الدكتور الجراح دايما بيكمل معه دكتور التغذية بيكمل معه دكتور اللي بيدي تعليمات للمريض ازاي يأكل نوعية الاكل اللي هياخدها ايه الكميات اللي هياخدها حتى بعد العملية تبقى ايه علشان نوصل نتيجة كويسة وعلشان عناصر غذائية ممكن تنقص فالنظام الغذائي اللي بعد العملية يعود الحاجات اللي ممكن تنقص فبالتالي الموضوع متكامل وحالك بتتكلم بقى على النظام الغذائي وحالك كمان متخصص في العلاج الطبيعي والتغذية ايه النظام الغذائي اللي ممكن يتبع للعروسة قبل فترة الزواج ويحافظ على شعرها وبشرتها ونظارة الجسم بصورة عامة تمام ليه نظار لو العروسة في حالة انقاص للوزن ايه يعني هي عايزة تنزل وزنها شوي على اقل مثلا 10 كيلو قبل الفستان الفرح يبقى بالتالي هي محتاجة تبقى ماشى على نظام غذائي متوازن النظام الغذائي المتوازن يبدأ لازم بالحاجات اللي هي تبعد عنها الفترة اللي جاية خلال الشهر وتقلل منها لازم تقلل من الحلويات والمقليات والمياه الغازية والفاست فود والحاجات اللي تبقى غنية بالدهون المشبعة دي تبقى الخطوة الاولى لو هي عايزة توصل ل10 كيلو خلال الشهر والفرح بالنسبة لها تحقرب فبالتالي لازم تبطل كل الحاجات دي او تقلل منها بنسبة كبيرة اوي الحاجة التانية بقى الحاجات اللي هناخدها الحاجات اللي هناخدها لازم تبقى ملتزمة بتلات واجبات خلال اليوم خطأ كبير جدا اللي بياخد واجبة واحدة وبيعتقد انه هو لما بياخد واجبة واحدة هيخس لازم علشان نخس كويس لازم ناخد تلات واجبات خلال اليوم لازم اتنظم موعيد الوجبات التلاتة بتوحها لازم تبقى وجبة فطار قبل الساعة عشر صباحا لازم وجبة غدا تكون قبل الساعة أربعة لازم وجبة عشر تكون قبل الساعة تسعة أو الساعة عشر بالليل لازم اتنام بدري والنوم بدري بيبقى مهم لأنه بيبقى فيه موجات كهر ومغناطيسية تبقى مهمة بالنسبة للجسم والنشاط بتاعها في الفترة الليلية فبيحصل إعادة توازن للجهاز العصبي كلما الجهاز العصبي يكون مستقر كلما معدل الحر بالنسبة لنا يبتدي يزيد لازم العروسة في الفترة قبل الفرح وأن هي عايزة تكمل عشان جسمها يبقى مجدود ما يبقاش فيه تراهل مع نزول الوزن لازم تمارس رياضة ومش لازم الرياضة تبقى رياضة أن هي تروح جيم طبعا لو راح الجيم هيكون أفضل طبعا لو راح الجيم هيكون أفضل يعني الجيم أفضل ولكن لو مارسة رياضة مثلا زي المش هل يكفي ولا فيه تمارين معينة بالضبط لازم تقوم بها لو راح الجيم طبعا ده هيكون أفضل بكتير لما نوازب على الجيم معدلة ثلاث مرات في الأسبوع كل مرة ساعة فكرة الجيم أنه هو بيشغل جميع عضلات الجسم عضلات الإيدين وعضلات الرجلين والجزع عضلات الجسم كلها عن طريق كل الأجهزة فبالتالي خلال الشهر هتكون وصلنا النتيجة أنه جسم مشدود وقوام ممشوق خلال شهر ده بيبقى تحضير يعني عمتا وكمان كل ما بتلعب رياضة كل ما معدل الحر يزيد لأنه كل ما العضلة تبقى قوية معدل الحر يزيد ده لو متاح بالنسبة لها جيم بعض الناس وعدد مش قليل عنده مشاية في البيت إزاي تقدر تستخدم المشاية في البيت عشان تحقق نتيجة كويسة المشاية من الأجهزة المهمة وتعتبر أنا باعتبرها اللي عنده مشاية يعتبر عنده جيم يعني مش محتاج أنه يروح أماكن تانية يقدر يمشي على المشاية عشرين دية ده الشخص السليم الشخص السليم ما عندهش أي مشاكل صحية علشان لو شخص تاني عنده سمنة ومرتبط معها ألام في الظهر أو ألام في المفاصل أو الركب فليه برنامج رياضي خاص به احنا بتكلم عن شخص ما عندهش أي مشكلة خالص بس عنده مشاية في البيت يقدر يستخدمها حوالي عشرين دية في اليوم ويفضل يوميا طبعا خلال شهر هيحس بفرق كبير جدا في الشكل وفي الوزن معظم الحالات اللي بتبقى مقبولة على الزواج بتعاني من السمنة ولكن في بعض الحالات بقى بتعاني من النحافة فهل في حالات تقول بعض النصايح عشان برض الجسم يبقى مناسب؟ بالنسبة لحالات النحافة بيبقى طبعا الموضوع يحتاج متابعة طبية أساسية يعني لازم دكتور باطني يتابع الحالة ده بيبقى مهم جدا جدا ليه؟ لانه أحيانا بيكون في خلل في الهرمونات لازم دكتور باطني راجحها لممكن يكون خلل في صورة الدم لازم دكتور باطني راجحها ويعطيها ويديها العلاج المناسب ده بيبقى الجزء الأول من العلاج اذا كان فيه ميكروبات اذا كان فيه جرسمة معدة اذا كان فيه مشاكل صحية اذا كان كل الحاجات طبية لازم تتراجع ولازم تتعالج كويس ده الجزء الأول وندخل في الجزء الثاني وهو الجزء الخاص بنا وهو الجزء الخاص بالتغذية لازم تاخد برامج غذائية تبقى مرتفعة السعرات الحرية عشان خلال الشهر تحقق نتيجة كويسة بالنسبة لزيادة الوزن وفي نفس الوقت يبقى طاقة بالنسبة لها وفي خلال الشهر ايضا فيه برامج تخلي الجسم يبقى مناسب خلال الشهر هتحسن الحالة من ثلاثة لستة شهور خلال الفترة عشان نقدر نشوف نتيجة في الوزن ده طبيعي بدون اللجوء للأدوية لان في بعض الأدوية ممكن بعض الأشخاص ينصح بيها غلط بتسبب زيادة في الوزن بس زيادة تبقى موقتة لانها تبقى زيادة مرتبطة تخزين مياه او زيادة وهمية مسائح مهمة جدا من دكتور وائل صداح اخصاء العلاج الطبيعي والتخزين وعضو الجمعية المصرية للسمنة لكل عروسة مقبلة على الزواج نشكرك جزيلا دكتور وائل ونطلع فاصل ونستكمل باية لقائتنا في برنامج البيت السعي